نحن نحصل على أمور مهمة جداً والفلسطينيون هم الذين عليهم القيام بهذه الشروط وخوض المفاوضات لكي يتم الأمر عليهم أن يعترفوا بدولة إسرائيل كدولة يهودية وأن يوافقوا على استيطان إسرائيل في كل المناطق في الضف الغربي هذا جيد لنا ولهم وأن يعترفوا بالقدس الموحدة كعاصمة لإسرائيل وأن يوافقوا على إلغاء حق دخول المهاجرين إلى إسرائيل كان هناك حكم أمريكي مرة تانا الذي قال أن لا الدولة يوجد الآن قانون أمريكي يقول أنه ليس هناك لاجئ واحد وهذا جيد لدينا طريقة لحل ذلك ونحن نحصل بالإضافة لكل هذه الأمور التي ذكرتها نحن نحصل على اعتراف أمريكي بالقانون الإسرائيلي في غور الأردن والبحر الميت وفي كل المستوطنات اليهودية في يهود والسمراء هل تعرفون؟ ارفعوا هواتفكم لأنني أريد أن يفهم الجمهور ما لدينا وما ليس لدينا إذن كل ما يقول اليسار طوال عشرات السنوات كل ما كان حول تقسيم حدود 67 والقدس كل ذلك لم يحصل وطريقتنا طريقة الاتفاق هل هناك من اعتقد أننا سيكون هناك نصف مليون شخص ونقوم بطردهم؟ هذا لن يحصل قالوا ها هي الحقيقة نحن لا نتراجع ليس لـ 47 وليس لسنة 1917 ولا نعود لتخطيط الانقسام نحن نعود للقيام بسلام وبمحاولات السلام على أسس تنفيذية وواقعية ويقول الرئيس الأمريكي وأنا قد تحدثت معه لطوال سنوات عديدة يقول فلنقم بسلام حقيقي سلام حقيقي ولذلك الطريقتنا الطريقتنا بالوقف بالموضوع وطريقتنا طريقة الليكود هذا الطريق تم نجاحه في النهاية